أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد على ضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة لإدخال المساعدات الطبية والإغاثية والغذاء والماء والكهرباء إلى قطع غزة وهمية حماية المدنيين ووقف التصعيد مشيرا إلى موقف مملكة البحرين في دعم وتأييد جهود السلام الشامل ووقف وتجنب العنف الذي يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي وقال سموه إن مملكة البحرين تدعم كافة المساعي الإقليمية والدولية الحريصة على تحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة لما تمثله من أساس لمواصلة تحقيق مسارات التنمية لدول وشعوب المنطقة والعالم منوها سموه بدور الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة والحليفة في ترسيخ ركائز الأمن والسلم الدوليين جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله يوم أمس بحضور عدد من كبار المسؤولين معالي السيد أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية حيث تم استعراض المسجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتطورات الأوضاع في قطاع غزة ونوها سموه بما وصل إليه مسارات العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة من مستويات متقدمة أسهمت في تعزيز الشراكة الاستراتيجية الفاعلة التي تجمع البلدين الصديقين على مختلف الأصعدة كما تم التأكيد على ما تمثله الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار التي تم التوقيع عليها بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية من منطق لتعزيز التكامل في المجالات الأمنية والعسكرية والتكنولوجيا الحديثة والتجارة والاستثمار وإسهاماتها في تقوية المنظومة الأمنية والاقتصادية للمنطقة بما يدعم التوجهات التنموية ترجمة نانسي قنقر